هل هناك أشخاص محتارة و تسأل لا نعلم أن نرسم الأشكال المطلوبة مننا في التمارين المثلث والمربع وأشكال حروف الـ S و X لا نعلم أن نرسمها في الأول أنك عندما تشغل في مشاريع هنا لا يطلب منك أن ترسم شكل مثلث وشكل مربع لماذا أنت مطلوب منك في التمارين أن ترسمها؟ لماذا أصلا عندما تحلها لم أعرفت ما تحلها لماذا أنت رأيت الفيديو وخلصته وفهمته وماذا لم أعرف أن تحلها؟ أعود أن تفهم في الأول أن هذه البرمجة حقيقة مثل الإراءة والكتابة هذا المثال دائما نقوله لأنه أكثر مثال واقع عن البرمجة الفكرة كلها أنت عندما تتعلم إراءة والكتابة نتعلم الحروف يعني تعلم الألف والبي ونعرف أن هذه الحروف التي تتكون منها اللغة كلها هل عندما تتقابلني في الشارع هل تقولي ألف بيت؟ لا تقولي كده؟ هل تقولي كيف أفعل؟ هل تخبرك هذا اليوم؟ هل تفتر أيضا؟ هذا صغير حلو فأنت تسأل هذه الأسئلة وهذه هي عبارة عن حروف أيضا لأنك جمعتها مع بعض لكي تكون معنى معين لكي تصل إلى هذا المعنى لا تستخدم الحروف التي تتعلمها كما تدرستها فأنت تقومها نفس الموضوع بذلك ينطبق على البرمجة فأنت تتعلم الأمر معين فأنت تستخدمه لكي تعمل جملة مفيدة الجملة المفيدة في البرمجة نسميها برنامج وهذا شيء يؤدي غرض معين هذا غرض هو الذي يرى اليوزر فأنت ترسم هذا الغرض فأنت تتعلمه ماذا كل ما تتعلمه؟ أمر واحد اسمه هل تستخدمه لكي تنفذه وهذا كنت نحن على فكرة لا نكون متعودين على هذا الموضوع لكي تجدون الكثيرين يقول لك على فكرة الشغل لا يوجد أي علاقة بالفكرة فهو الفكرة الفكرة كلها أن الشغل يقابلك تحدي جديد كل يوم هذا التحدي ستحيله بالشيء التي تفهمتها أثناء ما أنت درست لكنه مختلف عن ما أنت درسته يعني لا تسمعه بالحرف ستستخدم هذا الموضوع لكي تعمل المطلوب منه فأنتم نتمرن على هذا الموضوع هذا الموضوع من أول درسته وطول ما نعمل في الكورس لو أنت ليس متعود كما كل الناس ليس متعودة لأنها تعمل هذا الموضوع لأنها تحل على حاجة لم تفتحه أو لم تفتحه بنفس الشكل فلا تقلقش ستجد فيديو كما يظهر أو أخرى ستجد كيف يفكرون وكيف يحلون واحدة ستجد هذه المهارة بدأت تبقى عندك فبعد ما تخلص دراسة ستجد نفسك لا يوجد أي مشكلة في العمل لماذا؟ لأنك تعودت أن تتقابل أي تحدي وتفكر فيه وتعرف أن تحله بالإمكانات التي لديك سأرى هذا البرنامج كيف نحل كيف نحل لدينا شكل أريد أن نرسمه كيف نعمل سأذهب سأذهب برنامج يطبع شكل مثلث باستخدام رمز النجم لو نزلت تحت هتلاقي ستطلق مثال عن شكل مثلث هذا الأوتبوت أو الشكل النهائي الذي يريد أن تطبعه على شاشة هنا أيضا شكل حرف فانت فهمت فكرة السؤال من الأشكال الموجودة هنا حسنا نحل السؤال يبقى نكتب برنامج بس ما المطلوب مننا؟ أننا نطبع شكل مثلث شكل مثلث حبارا عن إيه؟ دعنا نرى في الصورة أنا خلاص فهمت من الدرس أن برنامج يطبع لي في سطر واحد لأنني أريد أن تطبع سطر فأقوم بعمل فأنا دلوقتي أرى هنا كم سطر 1, 2, 3, 4, 5 سطور 5 سطور وكل سطر يزيد فيه النجوم ويزيد فيه المسافات اللي بين النجوم كيف أريد أن أضع المسافة؟ هنا أضع أكثر من المسافة هنا أضع أكثر وفي آخر سطر أضع نجوم أكثر فأنا نقوم بعملها يبقى إحنا قلنا أول شيء خالص سيطبع نجمة لكن سيطبع نجمة كده عندما نأتي نعمل رون أنا متأكد ستبقى فين لازلة في أول السطر نحن عرفنا أن الكمبيوتر ينفس كل شيء نقوله له بالحرف فإحنا هنا هل النجمة ديش في بداية السطر؟ لا دي في نصف أهو يعني هنا ديش في بداية السطر لكن ديش في نصف السطر فهنعملها إزاي؟ أننا نحط مسافات قبل النجمة نجي قبلها ونحط المسافات كده طب بعدين ممكن أكمل اتباعها هنا جنب الباكستاشين لأن أنا عارف خلاص أتباع باكستاشين يبقى هنزل سطر فهنوك أعمل نجمة وأكتب جنبها حاجات تانية بس علشان الشكل يكون أفضل فهنعملها في سطر تانية وانا أنا عايزة بقى اتباع ايه؟ قبلها شوية فهنعملها كده وبعدين هعمل مسافة كده نجمة تانية بعدين ممكن يطلع مني مش مزبوط في الاخر ما فيش اي مشكلة أنا بغرب يعني حتى الدرس ما فيهوش تيست كيس مثلا بتشوف ان البرنامج بتاعك صحة أو الغلط ممكن اعمل المسلس دوت من خبس سطور ممكن اعمله من ثلاثة ممكن اعمله من عشرة مبراحتي يعني اهم حاجة ان انا اكون فاهم الفكرة وفاهم الكنسط صح علشان اقدر انقل على الدرس اللي بعده وابقى متأكد ان انا فاهمت الدرس اللي قابله كويس هنا مثلا هنعمل نجمة بعدين اصفتات اكثر النجمة ثانية كده بقى تلاشين طيب النجمة دي هتبقى بداية السطور لو انا عايز اعمل المسلس من خمس سطور زي ما كنا قالين هنكبره بقى كده شوية هزي هنقوم هنا هنقف نجمة هل احسن مسلس في الدنيا؟ لا بس انا مش الغرض ان انا ارسم مسلس الغرض ان انا افهم الفكرة اممكن مثلا اعمل هنا مش كلها نجوم كده اعمل مثلا نجمة وبعد كده مسافة بالشكل دوت مثلا اعمل ران فيبعاطيني الشكل بالمنظر فانا بعض اجرب وبعد يعني اتمرن على الحاجة اللي انا اتعلمتها حتى انا مش بكتافل مثلا بالتمرينة وقال لي مسلس انا عايز اطبع على دايرة انا عايز اعمل شكل بقى مسلس فوق وتحت مسلس مقلوب انا بمسك الدرس مش هنقل على غيره غير لما كن فاهمه مئة في المئة طب تعالوا نشوف سؤال كمان نفس الفكرة هنا بيقولك برينامج يطبق علامة اكس باستخدام رمز النجمة فالاكس او حرف الاكس يعني الان وانا دخل احل السؤال انت خلصت المفروع عارف ان انت فاهم وداخل انا سأجرب لانا مفيش حد هيقولي ان انا غلط فانا بجرب ولو معرفتش مفيش مشكلة هلاقي فيديو بيحالي طب ايه الفكرة في حرفتها نمسح كل ده ونمشي واحدة طب حرف الاكس دوت الفكرة كلها فيه ان هو هيبقى فيه نجمة يعني ممكن نرسمه كده هنا مثلا كرسمة هيبقى فيه نجمة كده تاني ساطر هيبقى المفروض ان انا بتزود مسافة او مسافتين ايان كان وبعمل نجمة وهنا قبل اخر واحدة دي بمسافتين اعمل نجمة طب وبعدين بزود المسافات اكتر والمسافات بتقل اكتر من الاخر يبقى المسافة بتزيد من الاول وبتقل من الاخر وبعدين هنزل هنا اعمل كده طب وبعدين طب ايه لا يحصل كده بقى اتعلمة في طب او الاكس اصلا عبارة عن ايه عن في معدولة وتحتها في مقلوب هنزل بقى ارجع تاني يبقى هقلل المسافات من الاول وازودها من الاخر طبعا احنا بنرسم الشكل الوقت مش بنحل احنا بس نشوف الفكرة بتاعتها تبقى عاملة ازاي هكذا لحد اخر سطر نرجع للبداية تاني ونروح طبعا احنا مش مضطرين يمسح ممكن نعمل دوت كده كومنت علشان نبقى عارفين ان احنا بنتبع على الشكل ده نعمله كومنت ازاي في زرور كنترول وعلامة الاسفام اللي هو السلاش من حرف الزهر او علامة الاسفام لو انت كيبورد بتاعك عارفة فبيعملك كومنت على سطور كلها كده ممكن طريقة تانية برضه ان انا اجي قبليه واعمل واخر حاجة عايزها تبقى في الكومنت اعمل نجمة سلاش كومنت ده معناها حاجة كده توضيحية لاي حد بيبص على الكود بتاعك وفي نفس الوقت الكمبيوتر مش بيشوف مش بيبص عليه مش بيعتبره جزء من البرنامج ده حاجة علشان لو مبرمج بيبص على الكود بتاعك يبقى فاهم انت بتعمل ايه فانت بتطبع شكل حرف الاكس فهو انت عملت كومنت عشان تباين للناس كده طب تعالوا بقى نطبع الشكل ده هنقول بقى ايه printf printf نجمة عشان او احنا هنا عايزين نجمة تبقى من اول السطر في المسلس هنا كنا عايزين في النصف وعطنا مسافات قابلية هنا عايزين من اول السطر طيب نجمة والتاني واحدة فين هل في السطر اللي بعدها ولا هنا في مسافات كتير فانا هعمل مسافات كتير وعامل نجمة ثانية بعدين انزل السطر خلصت كل اللي انا عايز اقومي في السطر الواحد مسافات نجمة بعدين بقى بأنزل السطر بتاعي بعد ما زالت اطبع تاني مش مسافتين مثلا هنزل السطر بتاعي بعدين printf تاني بعدين printf تاني بعدين هنزل الساطر بتاعي هل تطلع مظبوطة بالظبط ما عنديش اي مشكلة حتى لو ما طلعتش المظبوطة بالظبط انا بجرب انا فاهم الامر وبحل على السن انا بجرب بشوف عارفها انفز المطلوب مني ولا لأ مش هدف ان اطلعها في الحتة دي بالظبط ان او مظبوطة لكن كل هدفي ان انا اعرف انافس البرنامج اللي مطلوب مني هننزل الساطر هنقول print if هنا بقى ممكن هنرجع نعيد نفس الساطر ده بالظبط هنقول هنا نجمة وبعد كده نجمة تانية وباكسلاش هنا طب خلاص مش انا بقى لقيت ان انا هعيد نفس الشكل ده مرة تانية قلنا ان الاكس ديت في معدولة وتحتها في مقلوبة فالتنين بيكونوا شكل الاكس فخلاص طبق انا هاخد دوت مدى هو ده ااخد بقى اللي فوق دوت كده copy ايما بعمل clicky mean كده مختار copy ايما بتات كنترول c ننزل نعمل control v ديت يعني paste ناخد الساطر اللي فوق ده وبرده copy احطه هنا paste كده حتى انت من بعيد تلاقي ان الشكل الاكس اهو بدأت اعمل زي اللي احنا عمليونه فوق بس طبعا دوت بالاوامر print if فكده الكمبيوتر فاهم بيقول له ايه دبع ده في الوقت لما نعمل run او طبع شكل الاكس اللي احنا عاوزينه طبعا ممكن ده مش احسن شكل اكس في الدنيا ومش شكل الاكس اللي انت عاوزه في بالك اعمل انت بقى بطريقتك بالحاجات اللي انت تعلمتها الشكل اللي انت عاوزه الاكس بقى انا عاوزه كبير عايزه صغير عايزه بين كل مكان والتاني شكل مختلف اعمل انت عاوزه فالفكرة كلها تفهم ليه التمرين دوت موجود هنا موجود عشان يقيث ان انت فهمت فعلا الامر ده لو انت فهمته هتعرف تحله وتعرف تعدل عليه وتزود عليه وتعمل اللي انت عاوزه فانت لو اي سؤال جيت تحله احسنت ان انت مش عارف تحله كويس او مش فهمه او مش عارف احله ازاي انا ما درستش الكلام ده بالزبط احله ازاي خد وقتك في التفكير اهم حاجة ان انت كن فاهم الدرس نفسه كن فاهم كل الاوامر اللي انت تعلمتها كويس قوي ولما تبص على الاكسرسيز هتلاقي الامر ده تعرف تحلي بيه اي حاجة انت عاوزه طيب معرفتش احلي بيه الحاجة اللي انا اوزها استنى خش على الدرس اللي بعده والدرس اللي بعده مليون في المية هتلاقي الحاجة اللي في الاكسرسيز دي مزكورة في الشرح بتاع الكورس فيما بعد